بالحديث عن الإصابات يمكن الناس في حالة إغلاق دايماً كده على المعلومات ومحدش بيحاول يتابع ما يجرى في البطولة الإفريقية والأحداث في الساحة الإفريقية والفرق الإفريقية اللي بتعاني من ضغط مطشاط وتوالي مباريات وأجندة ورزنامة فيها زحمة كبيرة وزحمة غير طبيعية أولاً عايز أقولكو أن تونس اتخذت قرار بالانسحاب من بطولة الأمور الإفريقية للمحليين خلال الفترة الجاية نتيجة ضغط المباريات في الدول المحلي البطولة الإفريقية وبالتالي ما فيش مساحة وقت عشان توقف الدوري نتيجة المشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين نفس الأمر في المغرب ربطة الأندية مقدمة طلب للاتحاد المغربي أو جامعة الملكية بخصوص برضو عدم المشاركة في هذه البطولة نتيجة ضغط المباريات والإصابات الكثيرة في فرق المغرب نتيجة المشاركات الإفريقية والعربية والمحلية أنا مش هقول عنوان البعض ممكن يعتبروا أنه غريب شوية لكن نتيجة الإصابات اللي في الأهلي الناس بتقولك إحنا عندنا معدل إصابات غير طبيعية آه عندنا محمد محمود ربط صليبي سعد سمير وطر أكيليس كمان حمد فتحي غدروف في الرجبة نيدفيد أبل كاكا عنده غدروف في الرجبة إصابات عضلية رمضان صبحي حسين الشحات جونيور أجاية حتى شريف إقرامي عضلة السمانة بتتكلم فإصابات عضلية بتاخد مثلا بين أسبوعين أهر أشهر ونص وللأسف فيه ثلاث لعيب عندهم إصابات طويلة شوية ممكن يعني حتى نهاية الموسم بنسبة كبيرة لكن هل ده في الأهلي فقط؟ ما تيجي ننظر بنظرك عما كده ونشوف الفرق اللي بتلعب معنا في بطولة إفريقيا على الأقل على الأقل فرق الشمال إصابتين حصلوا في مبارات بلاتنيوم في أول عشرين دقيقة والناس كانت مستغربة هل ده حصل في الأهلي بس؟ لا لو تبعنا مبارات التراجي التونسي أمام فيتا كلاب الكنغولي لعب خط الوسط الغاني قواما بونسو اتغير بعد خمسة وعشرين دقيقة نتيجة الإصابة بعد المباراة نادي التراجي التونسي أعلن إصابة ثلاث لعبين وغيابهم حوالي شهر خلال الفترة الجاية خليل شمام سامح الدربالي قواما بونسو اللاعب الغاني لعب خط الوسط إذن التراجي عنده ثلاث إصابات مؤسرة الفترة الجاية ممكن ما يستكبلوش معاه دور المجموعات حتى أول فبراير وإصابة حصلت في أول عشرين دقيقة في بداية المباراة طايا سلخ نيسي الجهاز الفني لا يعتمد عليه هذا الموسم نتيجة إصاباته المتكررة والضغط الذي حدث خلال آخر عام ونصف مع التراجي في البطولة الإفريقية إذن بيفتقد أهم عنصر له وحتى الفترة الأخيرة بقى معين الشعباني يستعين به في الدعاء الأخيرة من المباراة حتى بعد الانتدابات اللي تمت في فريق التراجي خلال الفترة الأخيرة حتى بعد الاستغناءات عن حوالي خمس ست لعبين طب ده فريق التراجي فريق الوداد المغربي فريق الوداد المغربي عنده أبرز ثلاث لاعبين تعرضوا لإصابات بالغة وأجروا عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة قد يبتعدوا حتى نهاية الموسم أشرف داري لعب خط الوسط المدافع بابا توندي اللاعب الإفريقي صلاح الدين سعيدي لعب خط الوسط الأساسي ثلاثة ركاز أساسية فريق الوداد المغربي بعيدين عن المباراة الإفريقية في التوقيت الحالي وغيابهم مستمرة حتى شهر مارس وإبريل من العام القادم أو خلال الفترة اللي جاية بالإضافة على ده وليد الكارتي أبرز اللاعبين في وسط الملعب لأقصر من مباراة بيتم التغييره في الشوت الثاني نتيجة الإجهاد بإعلان الجهاز الطبي وبيعلان الجهاز الفني لفريل وداد المغربي إذن الإصابات موجودة حتى بفريل وداد وإصابات مؤسرة طيب لقطة غير طبيعية وموقف غير طبيعي في البطولة الإفريقية فريق حسنية أغاديري المغربي هو بيلاعب فريق سان بيدر الإفواري في الكنفدرالية في أول 25 دقيقة ثلاث لاعبين بيتعرضوا لإصابات عضلية وبيتم استبدالهم من قبل محمد فاخر المدير الفني في أول 25 دقيقة يعني فريق حسنية أغادير في كوديفوار بيلاعب سان بيدره بعد 25 دقيقة استنفذ التغييرات السلاس نتيجة الإصابات العضلية اللي تعرض لها فريق أو لاعبي حسنية أغادير في البطولة الإفريقية بل ذهب إلى ساحل العاج بدون أبرز أربع لاعبين نتيجة أيضا الإصابات العضلية بنتكلم في سبع إصابات عضلية لحسنية أغادير في البطولة الإفريقية إصابات مؤسرة قد يبتعد اللاعبين حوالي من أسبوعين إلى شهر أو شهر ونص إذن معدل الإصابات مش في الأهل فقط بل بالعكس لو نظلنا لمعدل الإصابات الآلي الأقل نسبيا أو بشكل متوسط أقل من فرق أخرى لأنه كمان في عاملات جراحية لأقصر من 3 إلى 4 لعبين في فرق بيستبعدوا أو مش هيكملوا الموسم الإفريقي أو الموسم المحلي مع هذه الفرق كمان ده ده خلى الفرق أو خلى الأندية في تونس تطلب إنها ما تشاركش أو لعبتها ما تروحش بتروط أفريقيا للمحليين نفس الأمر في المغرب إذن المشاركات العديدة سواء على المستوى المحلي سواء في الدوريات العربية لأنه كمان في المغرب وتونس بيشاركوا بطولة عربية وبطولة إفريقية في حجم المشاركة أو حجم الضغوط أكتر من عندنا هنا في مصر في القرى المصرية في الموسم الحالي بعد خلاص ما تم التنصيق للعب إفريقي ما يلعبش عربي فبالتالي معدل الإصابات في مصر مش أقول أقل أو متوسط لا كمان أعتبره طبيعي نتيجة ضغط المطشاط وتوالي المباريات خلال الفترة الحالية ونفس الأمر عندنا بيحصل في تونس وفي المغرب والجزائر ولو نظرنا تحت حتى مع فريق سانداونز أو فريق مازينبي أو فريق أول أغسطس التشكيلة اللي بتلعب المباريات لو قرنناها بالتشكيل الأساسية للمباريات الأخيرة دايماً بيتم تغيير من 2 إلى 3 لعيبة نتيجة الإيجاد وتوالي المباريات لأن الفترة الجاية كل أسبوع و10 تيام مباراة أكتر فترة فيها راحة في البطولة الإفريقية هي فترة شهر مارس بعد يوم 8 مارس حتى الأسبوع الأول من مايو نتيجة طبعاً إن إقامة بطولة أفريقيا للمحليين في شهر إبريل دي الفترة الوحيدة اللي كل بلد أو كل دولة عندها دورة تقدر تستأنفه بشكل متواصل دون توقف بسبب البطولة الإفريقية لكن منذ انطلاق البطولة أو دور المجموعات في شهر نوفمبر حتى شهر 2 أو أول مارس ضغط غير طبيعي مع المباريات المحلية إذن موضوع الإصابات لازم تكون عندنا نظر عامة لازم نشوف الجو حولينا عامل إزاي الأندية حولينا إيه اللي بيحصل معها اللعيبة حتى مش اللعيبة المصرية اللعيبة المحترفين في شمال إفريقيا أو اللعيبة اللي بتلعب في الأندية اللي بتنفس الآلف البطول الإفريقية إيه اللي بيحصل؟ نفس الأمر بالزبط إصابات عضلية غير طبيعية غيابات غير طبيعية إصابة عضلية فريد ترجي في أول 3 ساعة حسنية أغادير 3 لعبة بيغيره في أول 25 ديئة ده وارد وبيحصل في عالم كرة القدم وضغط المطشط الطبيعي للأسف هو ده البيؤثر